لحظة قبل ما نبلش إذا بدأي جيني بدي أخفيكي أنت والكاميرا أنا مراكل كان عنه عمري بس 19 سنة أكيد هالمعلومة راح تفاجأ أغلب متابعي مسلسل تاج يالي مستحيل يتخيلوا الساحرة والجاسوسة جيني يالي مجننة تاج ورياض بيك والفرنسا وبخفتها وزكاة واستبزازها عمري الحقيقي بس 19 سنة هلأ عم شوفك أنت شخص مختلف تماما عن الجيني العالم بتقول لك هيك بس عم شوفك بالشارع عم يعرفونك ولا ما عم يعرفونك اي لأ ما عم يعرفونك طابت لوصت له النتيجة المقنعة يا حمد لأ عم حصت حالي أنه قدمت شي حلو لأنه طابت من ناحية هي كشخصية متعددة يعني هي جاسوسة وهي ساحرة هي بريطانية وتنقلت بين معظم الدول مثل ما نعرف يعني كانت شوي في تفاصيل لازم نركز عليها أكتر وكبيرة بالعمر يعني عمرها بتلاتين تلاتين يعني هي المفروض فحاولت أنه قدم يكون كبيرة يكون غيرت نظرتي في مواقف معينة يعني حتى قدرت توصل لها الشخصية بعد تعب ونظرات العيون واحدة من أبرز الأدوات اللي اشتغلت عليها ملاك بشخصية جيني جيني العادة بيخافوا إي بيخافوا لأنه خلص هي شخصية كذابة عرفتي ومستفزة وأنه هي الشخصية القوية اللي فاردة حالة قدام الكل شفنا شو عملت مع الشخصيات يعني هي كتير قوية فنظرتها بدا تكون فعلا في حدة قد ما كانت هي شخصية رائقة بس لازم يكون في حدة ببعض المواقف ومع الأشخاص حسب تعاملها مع كل شخص فهي تفرض حالها وبالفعل مو بس لفتت ملاك النظر إلها بإتقانها للدور وحتى بإيجادتها للكن البريطانية تكروني إنجليزية عن جد كان في ناس كتير هيك عم بيقولي أنه أنت إنجليزية عن جد ولا أنه شو لا أنا سورية سورية والله أنا بالأصل بحكي أمريكا كان لغتي أمريكا بس بعدين أنه خلص أنا كتير شخص بحب اللغات وبحب التعلم كتير وسلسة يعني بأتقن اللغة متى ما حد مثلا عطاني أي جملة مثلا من أي دولة أنا بحكيها فأنه شفت فيديوهات كيف هنين بيحكوا لطريقة التقل تبعون هيك أنه مثل اللي بيحكوا بشي جدي وهنين باردين وادين أنا بتي فأم لأ كانت كتير سهلة علي أنا أخذ هالفكرة عن بريطانيين أنه هيك هنين هلو وإش كون ونون like this أنه عندهم هي بياكلوا حروف بس أنه لأ سهلة بالنسبة اللي كانت وتفاعل الجمهور مع الشخصية كان عم بيزيد حلقة بعد حلقة وبالأخص بعد ما سرقت جيني ملفات تاج رجعي ملفات لتاج أكتا يعني رجعي ملفات لتاج شو عمنتي بي تاج؟ أنا بقول لن والله أنا زعلاني متى لكم بسيك شخصيتي شو بدي يعني ومو بس سرقة الملفات التعليق الوحيد يلي عم بلاحق ملاك فكمان كلمة نايتا يلي وصفة فيها تاج عم تكون من أبرز التعليقات عاكي المشهد أو صورة لتجيني نايتا كتير شفتها اي طلع لي تاج وقتها عندنا وين الملفات بس قولينا وأنا بشرته بشرته وقال لي نايتا كلهم استرموني نايتا 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 بس هيك الإنجليز حرفيا نايتين وانا نايتين واستفزة كمان واستفزة أكيد يعني أنا بدي أصل لهذه الدرجة من الاستفزاز وإني استفز حدا وإنه خلص أنا اللي بنشي على كيفي ما حدا بيقدر أنه يعمل لي شيء شو بتكون تعملوا لي؟ البريطانيين بيحموني يعني عادي وبنو الواضح أنه جيني وقت بحب تاج فهل رح تتحول علاقتها بتاج لعلاقة حب أمر حض البزنس يعني غرمت فيه من أول ما شافته بالحلقة الثالثة من أول ما شافته عرفتي يعني أنه هذا هو هذا هو رح نشوف علاقة الحب رح تصير منطرفين ولا رح تضل منطرف واحد كمان ما بعرف أنا أهلي بالبيت ما بقلون يعني يشوفوا الحلقة بيقولي شو رح يصير ما بعرف كملوا شوفوا يعني شوفوا شو رح يصير جاني رح يصير فيها شيء غير متوقع ما بعرف إزا الجمهور حيحبوا حيكرهوا الأمر عائد إلن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر